في سنة 1986 وبعد خروج الراحل محمد ناصر السنعوسي رحمه الله تعالى من الإعلام جاءه اتصال من وزير المالية آنذاك المرحوم جاسم لخرافي رحمه الله تعالى يطلب منه أن يتولى إدارة المشروعات السياحية كيف لرجل قضى حياته في الإعلام أن يتحول إلى مدير لشركة تعنى بالسياحة وبإدارة الأعمال التجارية إن صح التعبير من الممكن أن تتحول إلى مشروع تجاري فاعتذر إلا أنه بإصرار الراحل جاسم لخرافي قبل المرحوم محمد ناصر السنعوسي أن يتولى إدارة المشروعات السياحية في سنة 1986 وأن يستمر فيها ما يقرب من ست سنوات أحدث فيها نقلة نوعية كبيرة في إدارة مشاريعها الضخمة حتى جعل الكويت مقصدا لكثير من السواحي العربي والأجانب أدارا نأخذ محمد ناصر السنعوسي رحمه الله تعالى إدارة المشروعات السياحية باقتدار واستطاع أن يصل فيها إلى حيث يريد أهل الكويت في ذلك الوقت بل إنه من أول قراراته الجريئة أنه لما جاء إلى إدارة المشروعات السياحية وجد فيها أكثر من 1700 موظف أكثرهم يعملون في وظائف أخرى وإنما جعلوا من إدارة المشروعات السياحية مصدر دخل ثاني وبالإمكاني الاستعاضة عنهم بآخرين يستطيعون أن يؤدوا رسالة أخرى فاستطاع أن يقلل عدد العاملين إلى النصف بل إنه جاء إلى المراكب البحرية التي كانت تنقل الناس إلى جزيرة فيليشا أو بعض الأماكن القريبة ورأى أنها تحمل إدارة المشروعات السياحية عبءا ماليا فنقل إدارتها إلى شركة النقل حتى قلل المصروفات بل جاءت الأرباح محمد ناصر السنعوسي رحمه الله تعالى هو ابن الإعلام وابن التلفزيون قبل أن يكون هناك التلفزيون الرسمي فقد أنشئ في منتصف الخمسينات الميلادية تلفزيون غير رسمي ثم بعد الاستقلال تحول إلى القطاع الرسمي وقد كان محمد ناصر السنعوسي رحمه الله يعمل فيه قبل الاستقلال في سنة 1960 أدار العديد من الإدارات في وزارة إعلامي حتى صار وزيرا لها واستطاع أن يدير العديد من البرامج الحوارية الاجتماعية الجريئة وأن يدخل في عش الدبابير كما يقولون وأخرج الكثير من القضايا السياسية والاجتماعية للناس تكفل عن طريق برامجه الاجتماعية بإخراج العديد من المسلونين وإعانة المحتاجين بل استطاع أن ينقل الإعلام الكويتي في عهده نقلة نوعية لم تخل أحيانا من خصومات محلها اللسان والكتابة لكن القلوب نظيفة بل تولى الراحل محمد ناصر السنعوسي بطارق رحمه الله تعالى إنتاج أفلام عالمية مثل الرسالة وعمر المختار التي صار لها طنين ورانين في ذلك الوقت وقبل أيام اقتنيت كتابا لتوي قد أصدر أصدره الراحل محمد ناصر السنعوسي رحمه الله حول ذكرياته في إدارة المشروعات السياحية وعلى جودة الكتاب مع كونه قد صدر مؤخرا إلى الآن لم يخرج إلى دور النشر والسوق إلا أن الكتاب لم يتناول إلا جانبا يسيرا من مسيرته ومثل هذه الشخصية حقه علينا أن نفرد لها الذكرى والتعريف منذ بدايته ونشأته وتعلمه ودراسته في أمريكا ثم في مصر وإدارته للعديد من المشاريع الإعلامية والإدارية وغيرها من هذه الأمور حتى يستبصر من يأتي بعده بما صنعه فطارق أصدق التعازي لأسرته ومحبيه نسأل الله أن يرحمه ويغفر له